طيب النهاردة كان فيه اجتماع في الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال اللجنة السلسية اللي بتدير الاتحاد وكان الحديث عن مواعيد جدول الدوري ومناقشة كمان مواعيد بطولة كاس مصر ومتوقع من هذه البطولة قبل بس ما نروح لتقرير الكابتن سيد عبدالحفيظ معنا وتعليق وعقب هذا الاجتماع خلينا نقول لكم انه بشكل رسمي خلاص تم تأجيل مباراة الاهلي وامبي في كاس مصر واللي كان مقرر لها يوم الجمعة اللي جاية يوم 4 يونيو لمعاد لاحق حيتم تحديده من قبل اللجنة السلسية الاجتماع كمان بالتالي النهاردة كان مهم جدا فخلينا نروح سريعا نشوف التصرحات لكابتن سيد عبدالحفيظ من دير الكرة بالنادي الاهلي ونرجع مرة تانية يلا بي كابتن سيد عبدالحفيظ طبعا بنرحب معنا في شاشة قناة النادي الاهلي نهاردة اجتماع لاتحاد الكرة طبعا من مشاركة الاندية عايزين يعرف منك الكواليس الاجتماع يعني هو كان اجتماع اعتقدهم جدا وإيجابي جدا الناس طرحت وجهة نظرها واستكمال المسابقة وقدوا خيارين ممكن يبقى فيه في نهاية اغسطس وطرح تاني انه هو ممكن يستكمل في نهاية سبتمبر يعني العقق ما كانش الاهلي زي من الناس بتقولوا لحاجة العقق ايجابي لو المنتخب الوليمبي بيلعب على مدالية لان هو هيلعب اولى مبارياته تعريبا 22 و25 و29 يعني حاجة زي كده يعني زي يوم يقل يوم حاجة كده لو ربنا كرمه في اللقاءات الاولى هيبقى مستمر لحد نهاية او لحد الجزء او تلت الاول من اغسطس يعني ده اللي هيبقى في ان انت تستكمل المسابقة لحد نهاية سبتمبر يعني النادي الاهلي بيبصوا دايما للمصلحة العامة بيبصوا دايما للمصلحة الجامعية في بعض الاول طبعا بيفكر مصلحة طالما تحت مظلة الرولز والنظام يعني دايما في الاجتماعات دي بنشوف شد وجذب هل كان فيه خالص لا خالص الناس طرحت وجهة نظرها بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام يعني ودي حاجة كويسة طيب يعني احنا طول عمرنا النادي الاهلي يعني هو القوام الاساسي لمنتخب مصر ليه بقى فيه كلام حوالي مشاركات لعيب النادي الاهلي ومنتخب مصر وفيه تعارض يعني حالك شايف الموضوع ازاي لا ما فيش تعارض ولا حاجة ابدا هو دايما بيبقى فيه تنصيق متبادل يعني والاهلي اكتر اكتر نادي يمكن في العالم كله بيمد منتخباته الوطنية بالعيبة ودي حاجة شرف لنا يعني مش حاجة ده شرف للاهلي يعني لكن في نفس الوقت يمكن بس عشان شهر اللي جاي هيبقى فيه حاجات ممكن تكون لها علاقة بالامور الافريقية او القرية لكن لما تجي تسأليني عن مستوى الشخص اقولك يعني خلينا نتراكز في رقم واحد الاول قبل رقم اثنين رقم واحد عندنا سمي فاينال الاهلي والترجي وما بالك بالاهلي والترجي الاهلي والترجي الاهلي واصل فاينال تلات مواسم من اخر اربع نسخ في البطولة الافريقية واصل الفين وطمنتاشر والفين وسبعتاشر والفين وطمنتاشر والفين وعشرين واخد اللقب بالفين وعشرين الترجي واخد اللقب في اخر اربع مواسم مرتين فانت يعني عشان تكتبي عنوان بس يعني الاهمية اللي قاها تاكفي بس ان انت تقول الاهلي والترجي الدور اللي بيلعب فيه الاهلي والترجي هو السمي فاينال فالمهم هو ان احنا نركز في واحد الاول وبعدين هنشوف اي رقم اثنين بازل معنا كابتن سيد عبدالحفيز وهنلعب الترجي فيعني اكيد لازم اسألك عن طبعا ذكرياتك مع ماتش الترجي وبتقول ده للعيبة ازاي يعني الترجي طبعا الترجي فرقة محترمة طول امرها عندها تاريخ كويس وعندها شخصية في البطولات الافريقية فاده ده مش مش جديد يعني لكن يبقى الاهلي ه هو الاهلي مهما كان يعني فاى يعني اعني عايزين بس نخش اللقاء بتركيز عالي عايزين نحضر له كويسة ويعلى المستوى الاداري والمستوى الفني والمستوى الاعبين عايزين نعرف كويسة او ان احنا عندنا بطولة احنا حملين لقابها ان شاء الرحمن بازل الله نحققها ان شاء الرحمن يعني رايحين رادسي واشهن عارفين ان اowiąمور مسهلة امور صعبة ان شاء الرحمن يكون الامور كويسة فالمنظومةissonه كان على المستوى الفني أو المستوى التحكيمي أو المستوى التعاملي يعني إن شاء الله رحمن يعني فلنا بس ناخد اللقاء واحدة واحدة كده إن شاء الله نجهز بشكل كويس ونروح للتونس ونرجع باللقاء أو نرجع بالنتيجة تساعدنا في اللقاء اللي عودة إن شاء الله شفنا لقطة لحضرتك على السوشيال ميديا يمكن انتشرت وإنت بتقول للعيبة خدنا بطولة ولسه عن دراب طولة طول الوقت كنت نساء العبد الحفيز داعم وبيتكلم مع اللعيبة يعني الفترة اللي جاية دي بقى إن شاء الله يعني كلامك للعيبة هيكون بصي هي مش كلام فردي يعني ثقافة ثقافة منظومة ككل سواء كان مجلس إدارة أو لجنة تخطيط أو مشرف عكورة أو جهاز فني أو لعيبة وقابليهم كل الجمهور وإحنا واخدين السوبر مطلعناش من الملعب لسه مطلعناش من الملعب جمهور بقول الدوري أهلي فهي دي ثقافة منظومة ثقافة إيجابية جدا 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 يعني إن شاء الله رحمن نقدر نتحمل مسؤوليتها ونقديها بشكل كويس ونوصل أمانة يعني إحنا استلمناها من ناس قابلينا نوصلها الناس بنفس الكفاءة إن شاء الله يعني طبعا ما أقدرش ما أسألكش عن أفشا وآخر تطورات إصابته أفشا عملنا له إشعان بارح وأجزع في الأنكل إن شاء الله رحمن بإذن لاب نسبة كبيرة يكون موجود معنا في اللقاء الأول في التراجي إن شاء الله يعني محمد هاني هو اللي هنشوفه إن شاء الله بإذن الله لكن عندي أمل إن شاء الله بقى في استجابة لعلاج بشكل كويس إن شاء الله طيب مستر بيتسو موسيماني يعني يمكن كان قبل مباراة السوبر كان في بعض الناس اللي معترضة لحد ما أو شوية عن الأداء والجهاز الفني بيطلع بيقول النتائج أهم هل يجب المشهد إزاي الأداء ولا النتائج ولا الاتنين والله يبص يعني أنا برضو دايما أقول إن في الأمور الفنية أو الأمور المهنية عمتا يعني لها مقاييس مختلفة يعني الكرة فيها تغيرات كتير جدا فيه أوقات كتير قوي أنت بتلعب ونت ناقص أعداد من الأفراد في أوقات كتيرة بتبقى حالة الفنية مش على مستوى عقالي لكن شخصية وهوية الفرقة هي الأساس أنا دايما أدور على هذا دايما أدور إن أنت حتى لو كان المستوىك مش على هو المنتظر أو الحاجة لكن هويتك موجود أعتقد الراجل نجح بكل المقاييس في كل الأمور اللي خضها وكل أمور البطولات اللي شارك فيها لكن ما احترمنا لكل يعني كل واحد من الحق أنه هيكتب وكل واحد من الحق أنه هيقل وجهة نظره طيب أخيرا بقى يعني كابتن سيد عبد الحفيز يعني بعض الناس بعض الناس بتلوهم عليه أنه هو دائم الحديث عن يعني شوية تحكيم أو ضغط المباراة ترد عليهم تقولهم إيه؟ لا يعني أنا لسه بقول كلام مش عايزة أقول عكسه بعد خمس زايا يعني في وضع أو في وقت بتتكلم لمصلحة فرقتك وهمية الفترة اللي انت بتشتغل فيها وبتحاول انت تنقل وجهة نظر يعني لكن في النهاية احنا بنحترم الناس ونقدر الناس كلها يعني بلا استثناء يعني